السلام عليكم مرحبا بمنتزبعي قناة الحمدي اذا ان شاء الله هذه الحلقة قدي نخصها للحديث على البنية الاقاعية تنقصد من البنية الاقاعية الاقاع الخارجي والاقاع الداخلي ان شاء الله هذه الحلقة سيكون فيها شق نظري يعني نعطيك العناصر اللي كتكون منها او اللي كتكون منها الايقاع الخارجي. وايضا العناصر اللي كتكون منها الايقاع الداخلي. وغنعطيكم يعني اه امثلة لكل هاد العناصر هادي. اه ثم في الاخير غدين يعطي شقة تبيقي باش ان شاء الله غديني طبقوا هادشي هاد اللي بنيه الايقاعي على قصيدة تعطات في الامتحان. وفلاخير غديني يعطيه للعناصر دي الاجابة. يعني الاناصر اللي خاصة تكون في الاجابة دي المترشح اذا تبعوا معي الفيديو من الول احترالخر طبعا باش تفهموا في حالة ما انكم ما فهمتوش خلوا لي تعليق اسفل الفيديو اذا السؤال هذا تيكون تحديدا هنا وكيكون على الشكل التالي رصد خصائص النص الفنية وابراز وظائفها بالتركيز على الاقاع اي تنقصده بيني الاقاع الخارجي والاقاع الداخلي اذا سنبدأ بالاقاع الخارجي اذا سنبدأ اول عنصر كيكون لدينا في الاقاع الخارجي كيكون لدينا فيه القافية اذا حسب الخليل ابن احمد الفراهدي هي من اخر حرف في البيت الى اول متحرك قبل الساكن قبله اذا هنا سنعطيكم تطبيق هنا ما زال باقيا مدرشان الميم فقط اين اكتفت غرب زال باقيا قد ندرولها تقطع العروض ديالها حركة ساكن حركة حركة ساكن حركة حركة ساكن اذا هنا انا بغينا نخرج القافية شنو هي القافية كيقول لنا بانا كنمشي والساكن الاول الساكن الثاني الحركة اللي قبله اذا فمن هنا من هنا كتكون لنا كتبذل لنا القافية اذا هكذا اذا هكذا ادروا انتما ان شاء الله في حالة مما ان نعطيكم الايقاع الخارجي او ايني باش تبينوا لهم القافية ادروا واحد تقطع العروض ديالكلمة الاخيرة الكلمة او ايد الكلمة الاخيرة في الشطر التاني او لحتف الشطر الاول مهم الشطر التاني تحديدا عدنا الروي الروي هو الحرف الاخير من القصيدة كما قلت لكم ما يمكنش ان الواو واليا والالف يكونوا حرف روي وانما هذو يتسموا حرف اشباع حروف اشباع غندوز الى التصريع تصريع مثلا عدنا خاليا باقيا اذا نلاحظوا معايا هنا تقارب على مستوى الاصوات وتقارب تركيب يعني تام على مستوى التقطع العروضي هنشوفوا مثلا شوفوا معايا البيت شعري لمن طلل في الشرق اصبح خاليا به اثر للمجد ما زال باقيا اذا خاليا باقيا هذا هو الكتمة التصريع اي الكلمة الاخيرة من الشطر الاول والكلمة الاخيرة من الشطر التاني يكونوا متقاربين على مستوى الاصوات وعلى مستوى التقطيع العروضي تطابق تام على مستوى التقطيع العروضي ودائما تصريع تقريبا كيكون عندنا في احياء النموذج وممكن يكون احتف سؤال الذات ندوس الى الوزن الوزن الشعري كما نقصدو به هو البحر الشعري طبعا البحر الشعري تنديرو تنديرو التقطيع العروضي ديال هادي البيت هذا البيت الاول او للبيت اي بيت اختارونتما اي بيت وقدرولو التقطيع العروضي ديالو طبعا كين فيكم اللي ما يعرفش تقطيع العروضي وكين اللي ما تعرفش يستخرج البحر لان اكترة البحور كيتلفوه انا تنقول لكم دائما فهد الوزن او فهد الوزن الشعري قلوا مثلا انتما لقد بنا شاعروا قصيدته على بحر من البحور الخليلية الستة عشر فقط يعني بلا ما تشيروا الى البحر وغالبا البحور اللي كتكون عندنا في احياء نموذج كتكون البحور ذات النفس الطويل ذات النفس طويل تماما اذا مثلا هنا لمن طلل في الشرق اصبح خاليا لمن طلل في اذا غير يكون عندنا هنا فعول فعول مفاعل طبعا يكون عندنا هنا البحر الطويل اذا طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعل فعول مفاعل طبعا تأكدوا تأكدوا من هذا هذا انا درت له تقطيع العروضي غير دفع غير من هنا من شكلا ولكن كان ننصح اذا ندوز الى الاقاع الداخلي اذا عندنا الاقاع الداخلي شنو عندنا فيه عندنا فيه التكرار اما تلقى تكرار الحروف تشوفوا معي تكرار بعض الحروف مثلا الكافر الدال او تكرار الكلمات تكرار الكلمات مثلا خالية نتلقى معاوضة بالزاف تكرار كلمات تكرار الجمل ممكن جملة كلا تكون معاوضة يعني في ابيات شعرية اه عندنا الزباء الى اه شيء اخر وهو التوازي اذا توازي ينقسم الى ثلاث الحواج عندنا توازي تركيبي توازي صرفي وتوازي دلالي توازي التركيبي تنقسم تدوره الى جزء الحواج تركيبي تركيب تام توازي تركيبي تام وتوازي تركيبي جزئي انتما ما تقولوش واش تركيبي تواش توازي عندكم تركيبي او لا صرفي او لا دلالي طبعا ليك يعرف يقول ما كانش مشكل ولكن بالنسبة الى خفتي انك تلفقوا فقط عيني التوازي وغا تحددو تحددو في البيت شعري اذا شوفوا معي مثلا هنا باش تعرفوا شنه هو توازي واهن شوفوا كتقابلها ويله من قدها العسالي من لحظها الفتاكي كان تقارب تقارب على مستوى البنية الموسيقية وتقارب على المستوى التركي التقطيع العروضي ان سنحت ان نظرت شوفوا معي عتنين نزل البيت اخر والغصم ان خطرت شوفوا معي كتقابلها كالبدر ان سفرت والزهر ان نفحت والضبي ان نظرت هناك تقارب كبير جدا اذا هذا ما يسمى بالتوازي اذا ده بغد ندوز الى الطبيق ديال هاد الشي اللي شنه ديال البنية الاقاعية والعناصر المكونة بالاقاع الخارجي والعناصر المكونة بالاقاع الداخلي نشوفوا نطبقوا هاد الشي على قصيدة من القصائد لتعطاتهم في الامتحان وهي للشاعر على الفاسي تحت عنوان مجد الشرقي اذا لمن طللوا في شرق اصبح خاليا به اثر لمجد ما زال باقيا يذكرون عهدا تحنوا نفسنا اليه فنجري الدمعة احمرقانيا يذكرون عهدا السيادة والعلا وعصرا به كنا الملوك الموالي علونا به فوق السهاء عن جدارة وفقنا به حتى النجوم العوالية فقط يعني باش ما نقراش هنا القصيدة نضيع الوقت فيها في مكانكم انكم تقرأوها كما قلت لكم شوفوا معي هنا يعدنا تصريع في بداية البيت شنو حرف الراوي عدنا حرف الراوي هو الياء اذا كما قلت لكم الالف والواو وحرف العلة ممكنش انها تكون حرف حرف علة حرف الراوي اذا شوفوا معي حرف الراوي اذا ان هو الياء 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 الى غير ذلك كامل دبا نزو الى التصحيح للتعطاء المصحح ديال الامتحان باش تعرفوا فعلا شنو كيفاش خاسكم انكم تجاوبوا وشنو التعطاء يعني في هاد هاد القصيدة هادي إذن شوفوا معي هنا قلبنا الإقاع الخارجي اعتماد نظام شطرين لمتناظرين هذه ضروري نقول لها في الإقاع الخارجي القائمين على وحدة الوزن إذن على الوزن شنوه بحر آوة بحر الطويل تماما آوة إذن كتلك مقبلة بحر الطويل إذن فا دكشي لي قلت صحيح ووحدة القافية والروي إذن القافية عندنا موحدة والروي أيضا موحد إذن لدرت التقطاع العروضي فقد تلقاو أنها القافية نفس القافية تماما على القصيدة كلها إذن عدنا قافية موحدة عدنا تصريع في مطلع القصيدة خاليا باقيا إذن قد تلقاوها تشيذره وريتوليكم قبيلا عندنا زيب الإقاع الداخلي تعداد عفوا تعدد لمظاهر تكرار تكرار بعض الأصوات والمدود تنقذ بالمدود هو حروف لإلا الوا واليا والألف تلقاو معاودة بزاف في القصيدة ثم تكرار بعض الأصوات أي العروف ليا العين الراء النون الميم إلى غير ذلك ثم تكرار بعض الكلمات يذكرون عهدا الشرق مجدو العروبة الغدر إلى غير ذلك تكرار بعض الاشتقاقات ما نخصده بالاشتقاق؟ مثلا نعطيكم من الموندج جديد الكتابة كتابة ممكن نشتقمنا مجموعة من الكلمات بحل مكتبة كاتب كتب إلى غير ذلك دموا الشقاقات إذن مثلا العولى هذه الشقاقات ديالها العولى على لون العوالية تماما وإلى غير ذلك من بعض الشقاقات الأخرى ستلقاها في القصيدة هنا وقد ولد ذلك توازيا إيقاعيا منحنا نصطق إيقاعية داخلية وأدى وظيفة جمالية وتأثيرية إذن هنا هنا يا شنو هي الوظيفة ديال هذا الإيقاع الخارجي والإيقاع الداخلي راني قلت لكم الخصائص أو الوظائف عفوا ديال هذه الخصائص الفنية راني قلتها شرحتها في فيديو خاص إذن أخوتي كنتمنى على أنكم تكونوا فهمتوا وفي حالة ما أنكم ما فهمتوش دائما الإخوان تنقول لكم بأنكم خليوا لي تعليق في الأسفل أرى تنجاوب عليه وفي حالة ما حتى أنكم ما فهمتوش الدرس عيني بشكل ما فهمتوش فقد ندير حلقة خاصة ونحاول نشرح أكتر بش إن شاء الله اللي ما فهمش يفهم وأضرب لكم واحدا إلى الحلقة القديمة إن شاء الله